السلام عليكم أساطير HD Action بطل فيلمنا النهاردة بيتعرض لحدثة مؤلمة جدا بيخليه يفقد الزاكرة كل 15 دقيقة وفي وسط ما بيدور على الحاجة المفقودة منه بيضطر يكتب على جسمه كله علشان ما ينساش لكن تفتكر لما الناس اللي بيطاردهم يعرفوا حقيقة مرضه هيستغلوها ازاي ده اللي هنعرفه في فيلمنا الممتع النهاردة ما تنسوش الدعاء لإخواننا اللي تحت الحصار ربنا يسبتهم وينصرهم ويرحم شهدائهم وبتبدأ أحداث فيلمنا النهاردة في واحدة من المستشفيات وبيبقى الدكتور الأكبر للمخ والأعصاب بيشرح لطلاب السنة الأخيرة ازاي يتعاملوا مع المرضى لكن بيبقى في بنت من ضمن الطلاب اسمها سوني عايزة تدرس حالة واحد من المرضى اسمه سانجاي لكن الطبيب الأكبر بيرفض لأن القضية بتاعت سانجاي تخص الحكومة في الوقت الحالي بس بيوريهم صورته وبيعرفهم ان في شخص ضربوا على دماغه بشكل قوي جدا وده تسبب في مرض خطير لسانجاي واللي هو انه ينسى أي حاجة بتحصل في خلال 15 دقيقة بس والمرض ده بيسمى بفقدان الزاكرة على المدى القصير يعني لو سألت سوني عن اسمها واختفت من قدامه ورجعت تاني هينسى هي مين أصلا طبعا عندك فضول تعرف ازاي الراجل ده بيعيش حياته العادية هقولك انه بيستخدم اسلوب التكرار يعني كل شوية بيأكل أو بيشرب أو بيروح للمكان الفلاني وهكذا لكن سوني بتبقى عاوزة تعرف مين اللي ضرب سانجاي وتسبب له في الموضوع ده بس الحد الآن محدش يعرف ايه اللي حصل مع سانجاي اما لما بنروح لسانجاي بنلاقيه بيضرب واحد بمنتهى القوة فبيحاول الراجل ده انه يتصدل ضربات سانجاي المدمرة لكن مش بيقدر عليه وبينجح سانجاي انه يضربه بشكل قاسي جدا لدرجة انه بيخلع الحنفية وبيديله بيها لحد ما بيخلص عليه تماما بس الخمستاشر دقيقة بتعدي على سانجاي وبيرجع ينسى هو لي كان هنا اساسا وبيعرف ان الخمستاشر دقيقة دول خلصه من جهاز كاميرا شايله دايما معاه وبعد كل مرة بيصور الراجل اللي قدامه وبيكتب على الصورة علشان يفتكر اللي حصل كويس ولما بيمسك موبايل الراجل بيلاقي شخص اسمه كاجيني وبيبان انه هو ده اللي بيدور عليه سانجاي لسبب ما بعدها بيمشي من المكان والشرطة بتيجي تشوف جثة الراجل بعدها بيركب سانجاي التوك توك علشان يروح مكان معين بس بنكتشف انه بيت سانجاي اصلا وهو كالعادة كالنسيه وبيدخل البيت اللي بيبقى مليان بالملاحظات في كل حتة علشان سانجاي يفضل يفتكر وما ينساش هدفه الاساسي وبينام سانجاي بعدها من كتر التعب وسط كم هائل من الملاحظات ولما بيصحى سانجاي تاني يوم طبعا بيبقى ناسي كل حاجة ومش عارف هو فين اصلا فبيقوم يبص على شكله في المراية وهنا بيبقى حاطط ملاحظة انه يقلع الهدوم بتاعته وبمجرد ما بيقلع بيلاقي انه كاتب على جسمه بالكامل علامات للانتقام وكل حاجة تفكره باليوم اللي قبله ومن ضمضهم كلمة كاليات اتالي وقتها بيرجع سانجاي يفتكر حبيبته المفقودة والغضب والانتقام بيسيطره عليه من كل ناحية فبيرجع يبص في الملاحظات اللي هو عاملها علشان يفكر نفسه ان فيه صور وحاجات كتير يقدر يفتكر من خلالها وبالفعل بيقعد سانجاي يبص على كل الصور اللي معاه لحد ما بيعرف انه لازم يوصل لشخص اسمه كاجيني وطبعا تدفق الذكريات المرعب ده بيأثر على سانجاي بشكل كبير وبيخليه يفضل يتضرب ويتضرب ولما ينسى يرجع يفتكر تاني من الملاحظات وحيا من اصعب ما يكون على الدماغ البشري اما الشرطة في الوقت ده فبيكونوا بيدوروا على سانجاي في كل مكان وبيقدر شرطي يعرف معلومات عنه لما بيوصل لموقف الحافلات وبيعرف من السواء ان فيه راجل بينسى بيجي يركب كل يوم وساعات بيقطع تذكر زيادة فبيتأكد الشرطي انه اكيد سانجاي في الوقت ده الطبيبة المتدربة سوني بتشوف سانجاي عندهم في المستشفى ولانها عرفة حالته بتقدم له نفسها وبتطلب منه تتكلم معاه شوية وبتبقى عندها فضول كبير تعرف اكتر عن حالة سانجاي منه شخصيا لحد ما بترن الكاميرا اللي معاه وبتفهم منه انها بتفكره ان الخمستاشر دقيقة فاتت كمان بيوريها الصور اللي معاه اللي عن طريقها بيفتكر الناس الاساسية في حياته فبتطلب منه يصورها هي كمان ويكتب على الصورة صديقة علشان لما تقابله مرة تانية وبتاخد صورة لنفسها علشان توريها له غير الصورة اللي معاه بعدها لما بيكون في البيت بيتفاجئ بالشرطي وصل عنده وبيديله ضربة قوية على دماغه وبيكتفه بعدها الشرطي في الكرسي وبيفضل يضرب فيه بمنتهى القوة لانه في نظره مجرم مش اكتر لكنه بيفتح واحد من الادراج وبيلاقي مذكرات سانجاي قبل ما يحصل له موضوع المرض ده فبيقرر الشرطي انه اقراها علشان يفهم مين هو سانجاي بالزبط وهنا بنرجع بالزمن لسانجاي رجل الاعمال الكبير واللي عنده شركة رائدة في مجال التكنولوجيا وبنفهم ان منبي هي وطن سانجاي الاساسي وعاوز يطورها على قد ما يقدر عن طريق شركته القوية بعدها بيقف سانجاي يشرح افكاره الجديدة في مؤتمر صحفي والكل بيبقى مبهور به لانه حرفيا اشهر رجل اعمال في الهند كلها في الوقت ده كان فيه بنت اسمها كاليا بتشتغل في الاعلانات بس لسه مبتدئة وعندها بيت في مكان معين سانجاي وشركته عاوزين يخدوه علشان يطوروا من المكان اكتر وبسبب كده رجال سانجاي بيروحوا موقع التصوير لكاليا علشان يتكلموا معها طبعا المدير اول ما بيعرف انهم من شركة سانجاي بيرحب بيهم على الاخر لان سانجاي قامة كبيرة وحلم بالنسبة ليهم انهم بس يشوفوه وبالفعل بيدخل الرجالة يتكلموا مع كاليا والمدير والكل واقفين برا بيحاولوا يسمعوا لكنهم مش بيسمعوا غير رفض كاليا وبيفكروا ان سانجاي باعت رجالته علشان بيحب كاليا وعاوز يرتبط بيها وعلشان كده لما الرجالة بتمشي المدير والبقيين بيعاملوا كاليا بشكل حلو جدا على غير العادة وقتها بتفهم كاليا منهم انهم فاكرين سانجاي بيحبها وعاوز يرتبط بيها وهي رفضة وبسبب الاحترام الكبير اللي شافته كاليا من الكل بتقرر تكمل معاهم الخدعة وبتعرفهم ان هي وسانجاي اصلا مرتبطين بس هي بتنفضله شوية وبيطلبوا منها تتصل على سانجاي علشان توافق تقابله بس اول ما بتتصل بيرد عليها مدير المكتب بتاع سانجاي وبيهددها انها لو ما وفقتش على عرضهم هيكرشوها من البيت اساسا بس كاليا بتمثل قدام الجميع انها كانت بتكلم سانجاي واتفقت معاه على كل حاجة لانهم مرتبطين وعلى طول المدير بيستغل الموقف وبيعرف كاليا ان في صحف كبير هيجي ولو عرف ان كاليا على علاقة بسانجاي رجل الاعمال الكبير هيزود من مبيعات الوكالة بتاعتهم والوضع الجديد اللي باقت فيه وبتبدأ تحكي كلام كدب كتير كأنها وسانجاي بيموتوا في بعض لا وكمان هي اللي بترفضه كل شوية وبتعامله بطريقة سيئة طبعا الموضوع بينتشر بسرعة وبيوصل لسانجاي اللي بيتضايق جدا من الكلام اللي بيتقال عنه وبيقرر يروح بنفسه الكاليا علشان يفهم الحكاية لكن لما بيروحه قبل ما يكلمها بيشوفها بتساعد مجموعة من الاطفال المعاقين وبيحس انها انسانة فعلا وبيبقى حابب يتعرف عليها اكتر ولما بيدخل علشان يتكلم معاها بتقطع كاليا كل شوية وبتبدأ تحكيله عن بطولاتها مع سانجاي سانجاي طبعا واقف مصدوم من اللي هي بتقوله ومش عارف يقول لها ايه بالزبط وبتفكره كاليا انه جاي يعمل اعلان وبتعرفه انها هتتواصل معاه لو ظهرت فرصة مناسبة فبيمشي سانجاي من المكان وهو مستغرب تصرفات كاليا لكنه بيبقى معجب بيها خلاص واسناء ما كان سانجاي بيعمل لقاء صحفي تاني يوم بتتصل عليه كاليا وبتعرفه ان في وظيفة كويسة لي ولازم يجي قبل ما الفرصة تروح عليه ولان سانجاي حابب انه يتعرف عليها اكتر بيقرر انه يروح لها فعلا بس المكان اللي كاليا وصفته له في منطقة شعبية جدا عمره ما سانجاي رحها اساسا لكن لما بيروح لها بيشوفها من جديد بتساعد راجل اعمى انه يوصل لمكان معين وده بيزود اعجابه بيها اكتر لانها انسانة بكل معنى الكلمة وبيقضوا وقتهم بعد كده مع بعض وبيجرب سانجاي معاها حاجات عمره ما جربها قبل كده لحد ما في يوم مدير كاليا بيعرفها ان في حفلة هم عاملينها لها ونشر ان سانجاي هيبقى موجود فبتتصدم كاليا وبتحس ان خطتها خلاص هتتكشف لانها مش هتقدر تعزم سانجاي طبعا وعلشان كده بتجيب ممثل مبتدئ علشان يمثل انه سانجاي بس لما سانجاي الحقيقي بيشوف الراجل بيموت على نفسه من الضحك وبيقوم يوريه ازاي بقى سانجاي فعلا وبمجرد ما بتشوف كاليا اداءه بتقرر انه هو اللي ييجي معاها ويمثل انه سانجاي الحقيقي وده بعد ما بتحكي له كل الحقيقة وبتعرفوا انها تورطت في موضوع سانجاي ده غصب عنها وهي اساسا عمرها ما شافت شكله بس الناس كمان ما يعرفوش شكله كويس هنا وده هيصب في مصطحتهم وبالفعل التاني يوم بيوصل سانجاي للحفلة والناس كلها بترحب به طبعا لانهم عرفوه لكن كاليا بتبقى فاهمة انه بيمثل كويس جدا والناس ما تعرفش سانجاي علشان كده بيقربوا منه وبيطلبوا توقيعه كمان ده كمان بيكتب شيك لوحدة صاحبة جمعية خيرية واستصادنا من كاليا لكن برضو بتفضل مصممة ان الناس كلها ما تعرفش شكل سانجاي وعلشان كده مغشوشين فيه واسناء ما كانوا مروحين بيعرفها سانجاي انه بيحبها وعاوز يتجوزها فبتطلب منه كاليا فرصة لحد بكرة وهترد عليه وقتها بيقول سانجاي لنفسه انها لو ردت بالموافقة هيقول لها حقيقته ولو رفضت هيبعد عنها في سلام بس هنا بتنتهي المذاكرات والشرطي بيبقى عنده فضول كبير يعرف رد كاليا فبيفضل يدور لحد ما بيلاقي مفكرة تانية سانجاي كاتب فيها بس هنا سانجاي بيفك نفسه وبيهجم على الشرطي بمنتهى القوة لانه خلاص ما بقاش عارفه وبيفضلوا يضربوا ببعض بمنتهى القوة لحد ما سانجاي بيشيل الشرطي وبيرميه على الارض وبيفضل يخبطه اكتر من مرة وبيجيب طفاية الحريق وبيبقى هيخلص عليه لكنه بيلاقي ان في واحد بيخبط عليه وبيبقى المدير بتاعه والدكتور وبيقدموله الصور اللي تثبت كده علشان يتأكد من كلامهم وبيأكدوله ان كل حاجة مشية في المكتب تمام بس بيبقوا مستغربين لسانجاي بعيد عنهم كده ومش عايز يتواصل مع حد فيهم وبيرجع سانجاي يفتكر موضوع كاجيني وبينطلق بحسا عنه في حفلة معينة بس الطبيبة سوني بتبقى مشاركة في الحفلة دي وبتقف تسلم عليه بس طبعا ما بيكونش فاكرها فبتطلب منه يتفرج على العرض بتاعها لانها صادقته وهنا بيسمع سانجاي اسم كاجيني بيتقدم كرجل اعمال كبير فبيصوره فورا وبيكتب اسمه على الصورة علشان يقدر يوصله من جديد وبينزل يشوف عربيته في الجراش فبيهجم عليه واحد من رجالته لكن سانجاي بيتخلص منه بسهولة وبيفضل يبص في الصور اللي معاه لكنه ما بيبقاش كاجيني وبيلاقي كاجيني ورجالته بيقربوا منه فبيطلع يجري فورا من المكان وقتها كاجيني بيعرف من الراجل ان سانجاي كان بيدور عليه وعاوز يقتله وطبعا مش فاهم ليه ولا مين هو سانجاي اصلا فبيطلب من رجالته يدوره على كل اعداءه ويعملوا قايمة بيهم في الحال اما سوني فبتقرر تروح تزور سانجاي في بيته وقتها بتشوف الملاحظات والناس اللي قتلهم سانجاي طول الفترة اللي فاتت وبتترعب وبتفكر انه مجرد قاتل خصوصا لما بتلاقيه رابط الشرطي وحبسه في مكان في البيت فبتفك الشرطي فورا علشان تساعده بس قبل ما يمشوا بيلقوا سانجاي قدامهم وطبعا ما بيكونش عارفهم خالص ولما بيجري الشرطي بينطلق سانجاي وراب منتهى القوة وبيفضل يجري وراء لحد ما العربية بتخبط الشرطي وبيقع على الارض ميت طبعا سانجاي بينسى كل حاجة مرة تانية وما بيكونش عارف ايه اللي بيحصل اصلا بس بياخد باله من ان سوني وقفة بعيد وبيفهم انه يعرفها لانها بتبص عليه فبينطلق فورا وراها علشان يمسكها ويعرف هي مين لكنها بتدخل مكان وبينسى سانجاي لكنه بيبقى فاكر انه كان بيجري وراها ساعتها سوني بتعمل مشكلة مع ناس علشان تشغل سانجاي وفعلا بتنجح وسانجاي بيدخل في قتال مع الناس دول وبيضرابهم فبينسى كل حاجة من جديد حياة صعبة واسيا جدا بيعيشها سانجاي اما كاجيني المرعوب بيروح لواحد من اعداءه وبيخلص عليه فورا زي اللي قبله لانه قرر يتخلص من كل اعداءه لحد ما يعرف مين اللي بيحاول يخلص منه وفي وسط كل ده بتقرر سوني تروح لكاجيني وتعرفوا ان سانجاي بيدور عليه لانها شافت صرطه في بيته وقتها بيفهم كاجيني منها حالة سانجاي وكل بياناته طبعا سوني ما تعرفش حاجة وانفكر ان سانجاي بس بيقتل الناس بدم بارد وعاوز يتخلص من كاجيني مش اكتر فبيقرر كاجيني انه يعمل خطة زكية جدا علشان يخلص من سانجاي من غير ما يتورط في حاجة نهائي وفي الليل بيروح سانجاي لبيت كاجيني علشان يدور على اي حاجة فيه فبيلاقي سوني بتتصل على البيت علشان تزود معلومات لكاجيني وتفهمه ان سانجاي معه صرطه ولازم يتخلص منها الاول لكن سانجاي بيبقى رد على التليفون وفهم هي عملت ايه بالزبط وعلشان كده بيروح لها البيت وبيحاول يخلص عليها علشان خانته لكن اول ما بيركب سانجاي الاسانصير بيعطلوا الكهرباء لان الشرطة وصلت وعايزة تمسكه وبمجرد ما خرج من الاسانصير كان في حالة من الهياج وبنعافية افراد الشرطة كلهم بيسيطروا عليه وبيخدوا معاهم في الوقت ده سوني شافت مذكرات سانجاي وقررت اقراها مع صاحبها علشان تعرف حكايته كلها من البداية وبنرجع نكمل بعد ما جيه تاني يوم وقررت كاليا توافق على الارتباط من سانجاي اللي بيبقى فرحان جدا لانها حبته لشخصه بس وهي ما تعرفش هو مين ويملك ايه بس بتأكد له كاليا انها مش هتتجاوز الا لما تكون نفسها ويبقى عندها ثلاث عربيات كمان وهنا بيروح سانجاي شركته وبيتكلم مع المساعب بتاعه وبيعرفه كل اللي حصل مع كاليا وبيأكد له انه قريب اوي هيعرفها هو مين وبيقرر سانجاي يقدم لها شقة عن طريق الينصيب علشان ما يعرفهاش انه بيحاول يساعدها وبتبقى كاليا فرحانة جدا بالشقة وبتتصل عليه تعرفه اللي حصل معاها فبيروح علشان يبرك لها وبتقرر تعملها ذكرى ليهم وبيحطوا رجلهم في قلب معين علشان يبقى للذكرى لكن سانجاي بيبقى عنده سفرية ضروري تبع الشغل ولازم يسافر شوية ويرجع فبيعرفها انه امه تعبنة جدا ومحتاجة عملية فهيسافر يتصرف في الارض بتاعته علشان يعالجها لكنه في الليل بيتفاجئ بمكالمة من كاليا بتطلب منه يقابلها فورا ولما بيروح لها بيتصدم انها باعت العربية بتاعتها علشان توفر فلوس لسانجاي يساعد بيها امه سانجاي مش مصدق اللي بتحاول كاليا تعمله معاه لكنه بيوافق ياخد منها الفلوس وبيسافر وهي في ايده طول الوقت علشان يفتكر اجمل انسانة شافها في حياته ولما بنرجع لوقتنا الحالي بتبقى الشرطة مش قادرة توصل لهوية سانجاي الحقيقية فبيعملوا تليفوناتهم علشان يعرفوا هو مين لحد ما بيوصل الخبر لكاجيني ولما بيروح يشوفها بيأكد لهم انه صاحب شركة كبيرة وكانوا اصحاب وبينجح كاجيني انه يروح مع رجالته للمستشفى علشان يمحي كل الكلام المكتوب على جسم سانجاي علشان ما يدوروش ورامين جديد وبالفعل بيبدأوا شويهوا جسمه بشكل اسي جدا علشان يمحوا كل الواشم اللي عليه كمان بيولعوا في كل الاوراق اللي سانجاي كان بيجماها طول الفترة اللي فاتت علشان حرفيا يحولوا لورقة بيضة ما يقدرش يعمل معاهم اي حاجة اما سوني فبتفضل تدور ورا كاليا لحد ما بتعرف ان حصلت معاها حدثة جديدة زمان وقتها كانت كاليا مسافرة بالقطر وشافت بنت صغيرة بتستنجب بيها لانه في ناس خطفنها مع مجموعة من البنات وطبعا بتقرر كاليا الطبيبة انها تساعدها وبتروح تفتح عربية مليانة بالجنود علشان يهجموا على الرجالة دول وبتنجح انها تحرر البنات ولما بيعرف سانجايب اللي حصل بيخاف عليها جدا لكنه بيعجب برضو بشجعتها الكبيرة والاعلام كله بيتكلم عن كاليا واللي عملته مع البنات الصغيرين لكن وفي نفس اليوم بتتصل واحدة من الشرطيين على كاليا وبتعرفها ان في بنتين مفقودين من البنات اللي جابتهم وفورا بتتحرك كاليا على المستشفى وبتبقى عاوزة تعرف البنتين دول راحوا فين وهنا بيدخل كاجيني وبيهددها بشكل صريح وبيعرفها ان كل ده تبع رجالته ولو حاول التقف قدامه هيتخلص منها فورا وبيأكد لها كمان انه خلص على البنتين دول ورمى جسيتهم في النهر طبعا كاليا بتصور عليه وبتتهمه انه وحش ولازم يموت علشان البلد تعيش في سلام ولما بتمشي كاليا بيبقى خلاص كاجيني حطها في دماغه وعلشان كده اول ما بتروح كاليا بيتها بتتصل عليها الشرطية مرة تانية وبتطلب منها ما ترجعش البيت لانهم مستنيينها كاليا بتتصدم وبتبدأ تلاحظ وجودهم فعلا فبتطلع تجري فورا وبتستخبى منهم في الوقت ده سانجاي بيبقى رجع من السفر وقرر يروح يزورها لكن محدش بيرد عليه فبينزل بالعربية وبيتصل عليها لانه شاف انها كانت رن عليه وللأسف بعد ما العصابة كانت هتمشي بيرجعه تاني لما بيسمعه رنة الموبايل وبيسمع سانجاي كل اللي بيحصل والصراخ وفورا بينطلق على هناك بكل سرعته بس الوقت بيبقى فات وكاليا اخد الطعنة في بطنها شديدة جدا وهتموت سانجاي مش مسد وقبل ما يفكر بيلاقي كاجيني بيظهر وبيديله ضربتين على دماغه بيخلوه يقع على الارض مش قادر يتحرك وقتها كاجيني بمنتهى العنف بيقف قدام دماغ كاليا وبيديها بالمطرقة بشكل قاسي جدا تحت انظار سانجاي اللي بيفضل يعيط على موتها قبل حتى ما يعرفها حقيقته وقتها كاجيني بيقرب منه هو كمان وبيديله ضربة شبيهة بيها بيفقد سانجاي الزاكرة وبيحصل له اللي حصل اما سوني وصحابها لما بيعرفوا الكلام ده بيقرروا يروحوا للشرطية اللي بلغت كاليا وبيعرفوا منها باقي الحكاية بالتفصيل وعلشان كده سوني بتاخد المذاكرات وبتروح لسانجاي اللي مش عارف هو مين وبتنعش ذاكرته من جديد وبتصحل الانتقام جواه من ناحية كاجيني المجرم وبسرعة بيتصل سانجاي على كاجيني وبيأكد له انه لو نسي الدنيا كلها مستحيل ينساه هو بالذات وبيأكد له انه جايله علشان يخلص عليه فورا وبيقفل السكة وبالفعل بيتحرك سانجاي على المكان اللي في كاجيني وبيبدأ يضرب كل رجالته بمنتهى القصوى والعنف لدرجة ان اللي بيتبقى منهم بيترعب من قوة وغضب سانجاي لحد ما بينجح سانجاي انه يدخل لكاجيني وبيديله ضربة واحدة بيوقاه على الارض لكن قبل ما يخلص عليه بيطلع كاجيني يجري منه وهو مرعوب وخايف لكن سانجاي بيفضل يطرده بمنتهى القوة وبيخلص على رجالته واحد ورا الثاني بس للأسف بتعدل 15 دقيقة وبيرجع سانجاي ينسى كل حاجة من جديد فبيفضل ماشي لحد ما بيشوف كاجيني قدامه وما بيكونش قادر يتعرف عليه وطبعا كاجيني بيفهم كده وبيشاورله على مكان كأنه للراجل اللي كان بيطرده سانجاي طبعا بيصدقه واول ما بيبص على المكان كاجيني بيمسك سيخ حديد وبيطعن سانجاي بيه تحت انظار سوني اللي لسه جاية وتصدمت من المنظر وبيفضل كاجيني يفكره بكل اللي عمله فيه هو وحبيبته كاليا بالتفصيل ولما بيفتكر سانجاي بيقرر يقوم يحدف السيخ على كاجيني قبل ما يخلص على سوني وبيهجم عليه بكل قوته وبيفضل يضرب فيه بحقد وغل بعد ما افتكر كل حاجة من كلامه وبيرمي على الارض وبيقرر يموته بنفس الطريقة اللي بيها موت حبيبته الوحيدة كاليا وبمنتهى الغضب بيديله ضرب على دماغه بيخلص عليه للأبد بعدها سانجاي بيستعيد جزء من حياته وبيتعايش مع مرضه وبيعمل ملجأ باسم حبيبته كاليا وبيقرر يعيش على تخليط ذكرى الانسان الوحيدة اللي حبيته لشخصه مش لفلوسه وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة يا أسطورة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD Action